مرحبا يا أصدقاء سيأخذنا اليوم دودي في رحلته في شهر رمضان يا ترى كيف ستكون هذه الرحلة؟ هيا فلنشاهدها معا هذا الفيديو بالتعاون مع مدونة رياض الجنة التي قدمت لنا أوراق عمل رائعة عن فقه الصيام للأطفال يمكنكم تحميل هذه الأوراق مجانا من الرابط الموجود في صندوق الوصف كما تجدون الكثير من الأشياء الأخرى المفيدة والمسلية على هذه المدونة فلا تنسوا أن تزوروها أصدقائي في يوم من أيام شهر شعبان دخل دودي على جدته في غرفة الجلوس عائدا من مدرسته سعيدا جدا لماذا يا ترى؟ لنعرف عن ماذا تحدثا السلام عليكم يا جدتي كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله أهلا يا حبيبي أنا سعيد جدا ومتحمص يا جدتي فقد أخبرنا المعلم أن شهر رمضان المبارك قد اقترب وهو بعد عدة أيام نعم هذا صحيح يا دودي وماذا تعرف عن شهر رمضان؟ أعرف أنه الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية نعم فالسنة الهجرية تتألف من 12 شهرا ورمضان هو الشهر التاسع ولكن كيف سنعرف في أي يوم سيأتي؟ هذا سؤال جيد نعرف ذلك عندما نرى الهلال وهناك دعاء خاص ندعوه عندما نرى الهلال هل تعرفه؟ لا 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 أعرفه حسنا تقول اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير سأدعو به عند رؤية الهلال إن شاء الله إن شاء الله وماذا تعرف أيضا عن هذا الشهر الفضيل يا دودي؟ في هذا الشهر علينا أن نصوم نعم صحيح فصيام شهر رمضان فريضة وهو أحد أركان الإسلام الخمسة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وهناك فضائل أخرى لشهر رمضان ففيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وذلك لأنه شهر رحمة وتصفض فيه الشياطين وفيه مغفرة من الذنوب فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما شاء الله لقد تحمست لصيام هذا الشهر العظيم يا جدتي أحسنت يا دودي وأضف إلى ذلك أن فيه ليلة من أعظم الليالي وهي ليلة القدر وفي هذا الشهر أيضا أنزل القرآن يا رمضان أفضل الشهور اللهم بلغنا رمضان وفي مساء يوم التاسع والعشرين من شعبان ثبتت رؤية الهلال فدخل دودي على جدته ليبشرها بالخبر جدتي جدتي لقد ثبتت رؤية الهلال وغدا هو اليوم الأول من أيام شهر رمضان نعم نعم هيا نردد معا دعاء رؤية الهلال اللهم أهله علينا باليوم والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير وهل تعرف كيف تصوم يا دودي نعم نعم علي أن أتوقف عن تناول الطعام والشراب في أفداء النهار هذا كل ما في الأمر ليس كذلك؟ ليس تماما ها؟ إذن ما الذي يتوجب علي فعله يا جدتي؟ حسنا سأشرح لك أولا قبل أن تنام تنوي في قلبك صيام يوم الغد حتى يرضى الله عنك ثانيا تستيقظ قبل أذان الفجر وتتناول السحور فهو بركة ثالثا تمتنع عن الطعام والشراب والمفطرات طوال النهار رابعا وأخيرا عند أذان المغرب ينتهي الصيام وتتناول الإفطار على الفور آها لقد فهمت يا جدتي سأفعل ذلك إن شاء الله ثم جاء اليوم الأول من رمضان وانتصف النهار وبدأ دودي يشعر بالجوع والعطش جدتي أنا متعب جدا أريد أن أفطر حسنا يا دودي ولكن أولا أريد أن أسألك سؤالا هل تريد أن تفوت على نفسك الجوائز؟ ماذا تقصدين يا جدتي أي جوائز؟ جوائز الصيام لقد وعد الله عباده الصائمين بالعديد من الجوائز فقد أعد لهم بابا خاصا بهم يدخلون منه إلى الجنة يسمى باب الريان وسيجزيهم عليه حسنات كثيرة لا يعلمها إلا الله أتقصدين أن الصيام ككنز من الحسنات؟ نعم يا حبيبي هو كذلك ومن هذه الجوائز أيضا إجابة الدعاء لذلك عليك أن تكثر من هذه العبادة في رمضان نعم نعم سأدعو لك يا جدتي فأنا أحبك كثيرا وسأدعو لأبي وأمي أيضا بارك الله بك يا حبيبي وهل هناك جوائز أخرى للصائم يا جدتي؟ نعم فالصوم مغفرة للذنوب وحماية من المعاصي وأخيرا فإن رائحة فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك وهي أجمل عند الله من رائحة أجمل العطور والآن هل لازلت تريد أن تفطر؟ لا لا يا جدتي لن أفوت كل هذه الجوائز وسأكمل صيامي أذن المغرب واجتمعت العائلة حول مائدة الإفطار وأسرع دودي يريد أن يبدأ بالأكل فأوقفته جدته انتظر قليلا يا دودي لماذا يا جدتي؟ أنا جائع جدا أعرف هذا يا حبيبي ولكن دعنا نردد أولا دعاء الإفطار حسنا اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطار ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله والآن يا دودي ابدأ أولا بالتمر والماء اقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حاضر يا جدتي في اليوم الثاني من رمضان كان دودي يكلم صديقا له على الهاتف وكانت ضحكاته تعلو وتعلو فذهبت الجدة لتستطلع الأمر أحق فعل ذلك؟ يا إلهي لا أصدق نعم نعم يبدو مسليا جدا عسنا مع السلافة جدتي لقد حدثني صديقي عن برنامجي مقالب ويمدو أنه مضحكا ومسلا كثيرا وأن هناك الكثير من البرامج الأخرى المشوقة تعرض على التلفاز ما رأيك أن نشاهدها معا يا جدتي يا إلهي لا يا دودي وقت رمضان قيم جدا علينا أن لا نخسره ونضيعه في مثل هذه الأمور التي تضر ولا تنفع بل نستغل هذا الشهر العظيم الذي تضاعف فيه الحسنات والأجور في عمل ما ينفعنا كقراءة القرآن والصلاة والذكر ومساعدة الوالدين ولا بأس من بعض التسالي المفيدة كلعب الألعاب الجماعية مع الأسرة أو قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء هل فهمتني يا بني؟ نعم كلامك صحيح يا جدتي سأطبقه إن شاء الله وسأنصح صديقي به أيضا وفي يوم آخر من أيام الشهر الفضيل دخل دودي إلى المطبخ ليساعد أمه فوجد جده يتناول الطعام وجدته تطعم أخاه الصغير ماذا يحدث؟ هل انتهى شهر رمضان ولا بيخبرني أحدا بذلك؟ لماذا جدي يأكل؟ ولماذا تطعمين أخي الصغير يا جدتي؟ لا يا صغيري لم ينتهي شهر رمضان بعد الحمد لله ولكن الأشخاص الذين يصعب عليهم الصيام كالأطفال الصغار وكبار السن يمكنهم الإفطار آه نعم نعم لقد تذكرت أنا أيضا عندما كنت صغيرا كنت أفطر في رمضان في هذا اليوم كان دودي مريضا وقد أصابته حمى ودخلت عليه جدته لتطمئن عليه دودي حبيبي كيف حالك؟ أنا مريض يا جدتي وحزين لأن أمي قالت أن علي أن أفطر لأتناول الدواء وأنا لا أريد أن أفطر وأضيع هذه الأيام الفضيلة بل واجب عليك أن تفطر يا حبيبي وستقضي هذه الأيام بعد رمضان إن شاء الله فلا تقلق ماذا تقصدين يا جده؟ أقصد أنه يمكنك أن تصوم هذه الأيام التي أفطرتها بعد أن ينتهي رمضان فلا بأس وأيضا المسافر يمكنه أن يفطر في رمضان ويقضي الأيام التي أفطرها بعد رمضان نعم لقد فهمت يا جدتي شكرا لك في هذا اليوم دخل دودي المطبخ ليساعد أمه وجدته ورأى تفاحة على الطاولة فأكلها ثم تذكر فجأة أنه صائم يا إلهي لقد نسيت وأكلت وأنا صائم أو لا لقد ذهب صيامي لا لا يا عزيزي لم يذهب صيامك فأنت لم تقصد ذلك بل يمكنك أن تكمل صيامك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه أوه حقا يا جدتي أوه الحمد لله ما أجمل ديننا وما أرحمه الحمد لله وفي يوم مشرق جميل من أيام الشهر الفضيل جلس دودي مع جدته في حديقة المنزل وفجأة بدأ شخص يطرق على الباب بقوة فتح دودي الباب فدخل طفل تبدو عليه علامات الغضب أين كرتي؟ أعطني إياها ها؟ عن أي كرة تتحدث؟ لم أرى أية كرة بل ركلت الكرة وسقطت في هذه الحديقة أنا متأكد أنها هنا هيا أطني إياها أيها السارق هيا ها؟ ماذا تقول؟ أنا السارق سأريك أنت يا دودي انظر يا أبني نحن لم نرى أية كرة أخرج وابحث عنها في مكان آخر لو سمحت ولكن يا جدتي لماذا لم تدعيني ألقيه درسا؟ بني العزيز نحن في شهر رمضان وأنت صائم وعليك أن تتحلى بالأخلاق الحميدة ولكنه هو من بدأ يا جدتي؟ حبيبي دودي بعض الناس يجعلهم الجوع والإرهاق في حالة من الغضب وقلة الصبر على الناس فيتشاجرون مع هذا ويشتمون ذات فاحذر أن تكون منهم وإذا قابلك أحدهم فلا ترد عليه إن حاول أن يتشاجر معك بل قل اللهم إني صائم هم نعم نعم لقد فهم اللهم إني صائم ومضى عشرون يوما من شهر رمضان ودودي يعد الأيام في انتظار العيد فدخل على جدته ليخبرها بحماسه جدتي بقي عشرة أيام ويأتي العيد نعم يا حبيبي هذا صحيح ولكن هل تعرف أن هذه الأيام المتبقية من رمضان فيها كنز مختبئ؟ ماذا تقصدين يا جد؟ نعم فيها كنز مختبئ نحتاج للبحث عنه وأن يوفقنا الله لإيجاده وكيف سنتده؟ أين هو؟ إنها ليلة مباركة سنبحث عنها في الليالي الوطرية أي ذات العدد الفردي من العشر الأخير من رمضان وهي ليلة القدر التي أخبرنا الله تعالى في القرآن أنها خير من ألف شهر أي أفضل من عمر الإنسان كله آه نعم نعم لقد عرفتها إنها الليلة المذكورة في سورة القدر نعم هذا صحيح حسنا وماذا علي أن أفعل في هذه الليلة؟ علينا أن نبسر من العبادات وأهمها الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء سنتعبد في هذه الليلة معا وسأدعو لك ولأبي وأمي بارك الله فيك يا دودي ولكن تذكر أهم ما تدعو به هو الدعاء الذي علمنا إياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عني سأتذكر هذا يا جدتي إن شاء الله وهذه كانت يا أصدقائي يومي يا تدودي مع جدته في شهر رمضان لقد تعلم الكثير وتعلمنا معه الكثير أيضا نشكر مدونة رياض الجنة على تعاونها معنا في هذا الفيديو لا تنسوا أن تحملوا الأوراق من صندوق الوصف وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع السلامة